هناك تغليظ بالزمان تغليظ بالزمان يكون بعد العصر غالبا لقول الله تبارك وتعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتي ما وجاء في تفسيره انها بعد العصر وقد اقسم الله بالعصر قال والعصر وقد كذلك انها الصلاة الوسطى فلذلك وقت العصر هو تغليظ الزمان وقيل ايضا من تغليظ الزمان بين الاذاوين والاقامة يأتي بهم القاضي وقت الاقامة بين الاذاوين والاقامة فيقسمان الان تغليظ الزمان تغليظ المكان اذا كان في مكة في الملتزم بين الحجر الاسود والباب يسمونه الملتزم في غير مكة شرفها الله عند المنبر عند المنبر يقول اهل العلم هذا تغليظ المكان اما تغليظ الهيئة ان يقسمه وقائم وليس وهو جالس هذا التغليض في الهيئة نعم